الله بطالباتي يعطيك ألف عافية بتمنى أنكم تكونوا مبسوطين ويا رب دائما إني أكون سند وعون لكم في تسهيل المادة وتخفيفها بالقدر الذي يرضاه عني ربي عز وجل يا رب دائما نكون إن شاء الله من المتألقين والمتألقات تذكر أنه إحنا قاعدين نمشي باتجاه أحلامنا باتجاه نتائجنا باتجاه إبداعنا ويا رب إن شاء الله نعملي لكم حفل يليق بكم ويليق بإبداعكم طلابي طالباتي آخر جزء the last part إن شاء الله halls of residence سكن جامعي مربوط بكلمة accommodation اللي هي شو معناها الإقامة شو معناها الإقامة أو السكن تمام motive اللي هي معناها حافز أو دافع مربوطة بكلمة reason شو معناها reason سبب for doing something اللي هو إشي بيدفعك لعمل شيء معين minority الأقلية مربوطة بكلمة opposite of majority شو معناها opposite of the majority لعكس الأغلبية عكس الأغلبية شو بتكون دائما الأقلية fees اللي هي الرسوم الرسوم اللي هي التكاليف costs التكاليف تمام debt الدين والبي عندي هون silent تمام اللي هي الدين وعنا financial اللي هو متعلق بالمال relating to money فذلك أنا أتوقع يعني بيجي بطول معي فصل ثاني أسهل أخف ألطف من الفصل الأول بفضل الله عز وجل آخر إشي عندي ضل بالbody يدي يا مزا جماعة اللي هم آخر ثلاث مصطلحات have a head for figures keep your chin up and play it by air ننختم فيهم إن شاء الله have a head for figures to have a natural mental ability for mass numbers music إلى آخره أنت بتلك قدرة عقلية طبيعية في بعض المواد وأنا حكيت للطلاب وأنا بشرح هي زيك إنه nerd يعني إيش النيرد مش النيرد أحمد شاب حسوب لا 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 إنه هذا النيرد اللي بتخصص بهاي المكان أو بهاي القدرة تمام keep your chin up تشين حكي إنه معنى هاتذقل إنك هيك تزين دقنك وتدير بالك عليها to remain cheerful in difficult situations إنك تظل مبتهش في المواقف الصعبة وهذا التعبير متى يستعمل للإنكرجمنت شو معنى إنكرجمنت للتشجيع للتشجيع تمام the last one play it by air to decide how to deal with a situation as it developed إنك يعني تتعامل مع الموقف بالطريقة الصحيحة اللي هو بمعنى ارتجال شو معناها ارتجال ولذلك هذا كل شيء يخص حفظ الوحدة السادسة المبادرة BDF موجودة عندك تقدر تطباحها ويتدير بالك عليها وإن شاء الله يا رب دائما نشوفكم من المتألقين والمتألقات أصحاب الهمم والعلامات العالية اللي بترفع الرأس بهبكم كتير يعطيكم ألف عافية شدوا الهمم أبدعوا وتألقوا حتى تتصلوا للغاية اللي بتبحثوا عنها إن شاء الله يعطيكم العافية